السلام عليكم هنتكلم النهاردة عن أحد أنواع الأنسجة الحيوانية وهي تحديداً الأنسجة العصبية الأنسجة العصبية طبعاً وظيفتها طبعاً بتكون أساساً من خلايا عصبية يعني خلايا العصبية هي الوحدة البنائية والوظيفية للنسيج العصبي يعني النسيج العصبي هو عبارة عن خلايا عصبية متعددة طبعاً دور النسيج العصبي هو استلام المؤسرات من البيئة الخارجية ويرسالها للمخة او النخاء الشوكي لتنسيقها وتحليلها واحداث الاستجابة المناسبة لها طبعا ده بيتم عبره في مستقبلات عصبية حسية بتبقى سينسوري او خلايا حسية موجودة هنا بعد كده بيتنقل الشعور او الاحساس دوت الى خلايا بينية للتنسيق لاعطاء رد الفعل المناسب وبيتم ده عن طريق النوع التالت من الخلايا العصبية اللي هو الخلايا العصبية الحركية يبقى عندي ده نوع وده نوع وده نوع خلايا عصبية للاستقبال وخلايا عصبية للتنسيق وخلايا عصبية لحركية لانها تعطي لاعطاء استجابة مناسبة للحدث المستقبل من الخلايا العصبية الحسية اه كمان باللي عندنا الخلايا العصبية زي ما قلنا انها هي الوحدة البنائية والوظيفية في الجهاز العصبي هي وحدة الاتصال الاساسي في الجهاز العصبي طبعا هي زي ما احنا شايفين بتحس او تشعر بي ما يحدث داخل الجسم او البيئة الخارجية سواء البيئة الداخلية او الخارجية وتقوم بتوصيل اللي هو اي تغير في البيئة الداخلية او الخارجية بيتم توصيله عبر الخلايا الحسية الى الجهاز العصبي المركزي حيث يحدث اللي هو تفسير المعلومة واعطاء تعليمات الى الاعضاء الاخرى عبر الخلايا العصبية الحركية لاعطاء الاستجابة المناسبة طبعا كمان الخلايا العصبية هي جهاز اتصال بين اجزاء الجهاز العصب المختلف زي المخ والنخاع الشوكي طبعا لقدرتها على انها تتعمل او تولد اشارة كهربية بين الخلايا العصبية ويتم بإرسالها لاي مكان سواء عضلة او غدة لاحداث الامر المطلوب او الاستجابة المطلوبة الخلايا العصبية كتركيب هي بتتكون من لو جينا نشوف تركيبها مع بعض هي بتبقى موجودة اهي خلية زي ما شايفين كده دي خلية ده جسم الخلية طبعا بيكون موجود في نواة والسايتولاز بتاعها والعضيات العادية آآ وطبعا بيكون متفرعة من الامام لتفرعات او زوائد شجيرية موجودة كده ده في الجزء الامامي دي زوائد شجيرية بعد كده في الاتجاه الاخر من الخلية بيكون في زائدة طويلة شوية كده موجودة بالشكل ده آآ نسميها المحور او المحور ده بينتهي بتفرع نهائي بالشكل ده ده تفرع نهائي والمحور ده بيكون مغلف بطبقة من الدهون آآ بنسمي الغلاف ده آه ده عبارة عن غلاف بنسميه المايلين وهي مادة دهنية بهدف حماية او محفظة الخلية العصبية اسمه غلاف المايلين بعد كده في فواصل ما بيمرش فيها الغلاف المايلين دي بنسميها عقدة ران بيه موجودة بالشكل ده وفي خلايا هنا موجودة بنسميها خلايا شوان خلية شوان طبعا دي وظيفتها اي جزء ممكن يتقطع او يتهالك فيه جزء من خلايا عصبية هي بتجدده وهي مسؤولة عن الغذاء للخلايا عصبية يبقى هي عبارة عن جسم خلية زواءة شوائرية تفرع نهائي وفيه عندي محور والمحور مغلف بيه غلاف المايلين وفيه فواصل بسميها عقدة ران بيه وخلية شوان يعني زي ما شايفينش شكل اهو نفس الكلام اهو ادي النواة الموجودة في جسم الخلية والتفرعات الشوائرية ودي المحور المحاط بيه غلاف مايلين هنا ده غلاف المايلين المايلين وخلية شوان متواجدة كده والفواصل اللي ما فيش فيها مايلين بتكون عبارة عن عقدة ران بيه وطبعا في النهاية بيكون فيه نهايات او التفرع النهائي وده التركيب بتاع الخلية العصبية السلام عليكم بنتكلم النهاردة عن التركيب الخلية العصبية والخلية العصبية معروفة انها هي المسؤولة او هي الواحدة البنائية والوظيفية في النسيج العصبي يعني المخ والخلية الشوكي كله عبارة عن العديد من الخلية العصبية وطبعا هي مسؤولة عن توصيل النبضات ما بين اجزاء الجسم يعني هي بتنقل الاحساس طيب تركيب الخلية العصبية هي عبارة عن طبعا هي من اهم صفاتها اللي بتخليها مختلفة عن الخلية كلها بتاعت الجسم بتاعنا جسم الكائن الحي انها لا تتجدد يعني اي قطع او حاجة في الخلية العصبية انها لا تتجدد ما عندهاش خاصية تجدد يعني خلية الكبد ممكن تتجدد خلية الشعر ممكن تتجدد الجلد ممكن تتجدد أما الخلية عصبية لا تتجدد طيب هي تركيبها إيه بقى هنشوف مع بعض هنلاقيها برح هي خلية عادية زي ما احنا شايفين كده ده ده الخلية لها طبعا غشاء خلوي بتاعها وده السيتوبلازم اللي هنا هو سيتوبلازم بتاعها وده النواة بتاعتها اللي موجودة بالشكل ده يبقى النواة السيتوبلازم كتركيب زي أي خلية نعرفها وما إيه الموجود أو بيميز الخلية عصبية أن لها مجموعة زوائد في زوائد موجودة في المقدمة كده دي عبارة عن بيسموه تفرع شجري او ايه زوائد شجيرية هي دي اول حاجة موجودة في المقدمة وبعد كده احد الزوائد دي بس في الاتجاه المعاكس بتكون موجودة منتدة هنا ده يعني الجزء ده مكمل لخالة عصبية بس المجسم بس مش ايه ما ينفعش نحطه كله على بعضه فاذا الخالية العصبية تاني هي لها الجسم الخالية والنواهي اللي موجودة بالشكل ده والزوائد الشجيرية اللي هي موجودة بالشكل ده ده عشان تستقبل ايه اي مؤثر من اي ايه خالية عصبية او مؤثر خارجي وبعد كده بنلاقي فيه المحور اللي هو الاكسون موجود بالطول ده او بالشكل ده كده وهذا المحور يوجد او محاب غلاف موجود يمين وشمال الغلاف ده اسمه غلاف المايلين هي عبارة عن مادة دهنية لحماية هذا المحور طبعا الغلاف ده لا يغلف المحور بشكل كامل ولكن فيه فراغات او فواصل بدون غشاء المايلين الفاصل ده بيسموه عقدة او عقدة رام في وطبعا اي تآكل في هذا الغلاف او انتاج مادة المايلين المسؤول عن تكوينها هو فيه خلايا موجودة في الزوايا هنا اسمها خلايا شوان ده خلية شوان تمام؟ يبقى اذا تاني الخلايا عصبية جسم الخلية نواه بتاعة الخلية السيتوبلازم تاعة الخلية زوائد شجيرية المحور بتاعة الخلية غلاف المايلين عقدة رام فيه وخلية شوان وبعد كده تانتهى الخلية العصبية زي اي خلية بتفرع نهائي او تفرع شجري شكرا من حسن استماعكم